ماذا يحدث إذا مات الطفل قبل أن يبلغ؟ ما هو مصيره؟ هل يرى أحبته؟ هل يسمعنا؟ هل يشعر بأبويه؟ هل يحقق الله له ما يريد؟ هل هو في الجنة أم في النار؟ أم حسب عمله؟ هذا ما سنتعرف عليه فتابعونا حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحقيقة موت الأطفال سواء في فلسطين المباركة في مناطق كثيرة جدا من الوطن العربي من العالم الإسلامي كثير من الأطفال الذين لا ذنب لهم منهم من وئد تحتر كامل بناء منهم من قتل منهم من أصيب منهم من فقد سمعه أو بصره أو يدا أو رجلا أو غير ذلك الحقيقة مآسي كثيرة يتعرض لها الطفل في هذا العالم المظلم للأسف المليء بالظلم ولكن الله عادل لا يظلم أحدا أول شيء أخي الحبيب اعلم أنك إذا فقدت طفلا وهذه قاعدة يجب أن تكون يقينا بالنسبة لك إذا أكرمك الله بفقدان طفل لا شك أنها مصيبة كبيرة ولكن هي كرم من الله اعلم أن الله يحبك ويريد تكفير سيئاتك ويريد أن يكون هذا الطفل سببا في دخولك الجنة أنت ومن يشاء سبحانه وتعالى والموت أخي الحبيب مكتوب الإنسان سيموت سواء عاش مئة سنة أم عاش شهر سيموت وبالتالي كلنا على موعد مع الموت لا أحد يفر من الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وكأنه ينتظرك سبحان الله يعني أنت إذا كان لديك موعد مع شخص وهو ينتظرك أو هو يأتي وأنت تذهب إليه وتلتقيان في مكان ما فكأن الموت عبارة عن كائن يسير باتجاهك يعني أنت تسير هكذا وهو يأتيك وهناك لحظة اللقاء هي لحظة الأجل فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون أول شيء أخي الحبيب الإنسان يبدأ حسابه عند الله بعد البلوغ هذه قاعدة عامة فمدام هذا الطفل لم يبلغ الحلم إذن هو لم يميز لم يجر عليه القلم والله عز وجل يعفو عنه ويتجاوز عنه إذا مات قبل ذلك إذن هذه أول بشرة أن هذا الطفل البريء كتب الله له الموت قبل أن يخلق لدينا حديث مهم جدا يجب على كل واحد مننا أن يحفظه يقرأه يضعه في رأسه ويتذكر نفسه يعني تخيل نفسك أخي الحبيب وأنت جنين عمرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة يعني 42 تقسيم سبعة يساوي ستة ستة أسابيع شهر ونصف يعني عمرك شهر ونصف وحجمك بقدر رأس هذا القلم هذا هو الحجم كان حجمك يعني صغير جدا وأنت في الظلمات الرحم لا أحد يراك إلا الله سبحانه وتعالى والناس غافلون عنك يرسل الله ملك يرسل ملكا من السماء يعطيك أول شيء الصورة التي أرادها الله هل يستطيع إنسان أن يصور نفسه أن يختار أبعاد الأنف والعين لا يستطيع يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الله يرسل هذا الملك فيصور هذا الجنين يعطيه الصورة التي سيكون عليها ومن ضمن مهام هذا الملك أنه يؤمر بكتابة أربع كلمات منها الأجل والرزق والعمل وشقي أو السعيد يعني من أهل الجنة أو من أهل النار فإذا أنت كتب أجلك وأنت طولك واحد سنتيمتر محدد طفلك هذا الذي جاء جاء وأجله مكتوبا معه طيب لماذا اختار الله هذا الطفل أن يموت في هذه السن؟ هنا دخلنا في العلم اللدني الذي هو يتعلق بعلم الغيب لأننا لو طلعنا على الغيب لاخترنا الواقع وبالتالي هناك أسرار كثيرة منعنا أن نطلع عليها لحكمة عظيمة الله يعلمها تخيل أن إنسان يعلم أن ابنه سيموت غريقا مثلا بعد عشر سنوات لن يستمتع بالحياة نهائيا لن يأكل شيئا لن يشرب لن ستضطرب حياته وسيعيش في وهم أن هذا الطفل سيغرق ويجلس وهو ينتظر مثل إنسان محكم عليه بالإعدام إنسان حكم عليه بالإعدام وقال له التنفيذ بعد سنة لن يهنأ حتى بالماء الذي يشربه لا يستمتع به رحمة بهذا السجين أن لا تخبره مريض سرطان بعد سنة سيموت رحمة به لا تخبره تركه يأكل ويشرب ويتفائل فالله عز وجل أخفى عنا تاريخ موتنا رحمة بنا لأن لو كل واحد علم متى سيموت كارثة وأين والكيفية التي لكل أجل كتاب يعني هناك كتاب اسمه كتاب الموت لكل واحد فإذا هذا الطفل اختاره الله في هذا الوقت وبهذا السبب سواء مات في حرب أو في إعصار أو في طوفان أو في زلزال أو في حادث سيارة أو في مرض أو في سرطان أو غير ذلك هذه الأسباب مكتوبة عند الله الذي يهمني أنا ويهمك أخي الحبيب أن تعلم أن هذا هو اختيار الله والله لا يختار إلا الخير ولا يريد إلا الخير فيهدأ قلبك بدلا من أن تجلس وتلوم فلان وتلوم فلان وتلوم كذا وتلوم نفسك لا قل قدر الله وما شاء فعل مارس حياتك بدلا من أن تجلس وتبكي وتحزن اقرأ له آية من القرآن ينتفع بها يكرمه الله بها تصدق صدقة وأدعو الله أن يهب ثوابها لهذا الغلام أفضل له بكثير من التفكير والهم واللوم والحزن هو لا يستفيد شيئا من هذا بالنسبة للأطفال أخي الحبيب كما قلنا والله أعلم أنه مدام لم يبلغ فإذا هو في الجنة إن شاء الله والله أعلم نحن لا نستطيع أن نخبر الله ماذا يفعل هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا نحن نسأل هو لا يسأل سبحانه وتعالى الشيء الثاني هذه المصيبة يجب أن تكثر من قول إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذن الله عز وجل سيهديك بسبب هذه المصيبة سينزل عليك الرحمات لأنك رجعت إلى الله إنا لله وإنا إليه راجعون الشيء الثالث هذا الطفل ثق تماما أن الله سيكرمه وأن الله سيعطيه ما يشتهي لأن الله عز وجل أخبرنا أن الإنسان بمجرد أن يموت إذا كان من أهل الجنة له ما يشتهي فإذا اشتهى أن يرى أبويه يراهما ما هي المشكلة؟ الله غير عاجز عن أي شيء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا هناك ملائكة أخي الحبيب هذا الطفل الذي مات في هدم في قصف في غرق في حريق هناك ملائكة الله يرسلها له تخفف عنه نحن لا نراها تتنزل عليهم الملائكة هؤلاء من أهل الجنة؟ وهو من أهل الجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا هناك ملائكة تؤنسهم تذهب عنه الخوف لأن هذا الغلام هو من خلق الله الله هو الذي خلقه نحن لا نخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ لا تعتقد أنك أنت من أتيت به إلى الدنيا لا الله هو الذي خلقه فهو يكرمه هو الذي يتولاه يرسل له ملائكة طمئنه تذهب عنه الخوف تلاعبه تلاطفه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تبعدون هذا الموقف كل من هو من أهل الجنة يتعرض له كل إنسان من أهل الجنة لابد أن تتنزل عليه الملائكة لتزيح عنه هذا الخوف والحزن فموضوع أن يشعر بك هذا أمر يتعلق بالله عز وجل الله يؤنسه يمكن أن يريه صورة أبيها الذي يحبه الذي كان يلاطفه صورة أمه التي كانت تداعبه يراها ولو على شكل الحقيقة وبالتالي أنا أبعث رسالة اطمئنان لكل من فقد ابنا هذا الطفل سيشفع لك يوم القيامة بشرط أن تقول إن لله وإن إليه راجعون وأن تعتقد أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله لك هذا الطفل يحقق له الله ما يريد إذا أحب هذا الطفل أو يعني الطلب من الله أو دع الله أن يشعر بأبويه أن يراهما كل ما تشتهيه وتطلبه يحققه الله لك إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يرحمنا جميعا وأن يجعلنا من الصابرين ولا تنسوا الإكثار من قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند أي مصيبة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق